إذا كنت طبيباً في العراق فحذاري أن تخطئ بإجراء عملية جراحية تلك ضريبة ظاهرة استهداف الأطباء ظاهرة أساءت بحسب خبراء الاجتماع لمفهوم العشيرة المكون للنسيج العراقي لكن جزءاً لا بأس به اتخذ من العشيرة مقصلة تجزء رقاب الأطباء أو تستهدف عياداتهم في حال وفاة مريض على يد طبيب وإلساق تهمة الخطأ الطبي في بعض الأحيان لهم ولو لم يكن الأمر كذلك نوع آخر من الجريمة بحق الأطباء التي تصنعها نزاعات عشائرية برزت بعناوين الابتزاز أو دفع الدية أو الفصل العشائري أو الدقة العشائرية بمبالغ تصل قيمتها أحياناً إلى نحو 50 ألف دولار مقابل عطق حياة طبيب معه ضحايا النزاعات من الأطباء مستمرة بين الحين والآخر وباستخدام شتى أنواع الأسلحة الأمر الذي وصفه أطباء بالخطير سيماً مع عدم وجود إجراءات حكومية وأمنية واضحة لحماية الأطباء رغم وجود قانون حماية الأطباء الذي أقر عام 2013 إلا أنه لم يفعل بحسب حقوقيين ووفقاً للمرصد العراقي لحقوق الأطباء فقد ازدادت وطيرة هذه العمليات في السنوات الأخيرة لتشمل أطباء عاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة من قبل أهالي بعض المرضى ومنتسبين للقوات الأمنية مقترحات حلول تمثلت بتشكيل قوة أمنية خاصة تابعة لوزارة الداخلية لحماية الكوادر الطبية والتفريق بين الأخطاء الطبية وفشل استجابة المريض للعلاج مقترحات وضعها مرصد حقوق الأطباء إلا أن الخبراء أكدوا عدم نجاعتها إذا لم يكن لقانون حماية الأطباء فاعلية على الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر